صدر الآن بيان المتعلق باستقالة جماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك نادي أصدر بيان ونصه كالآتي السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نتقدم لسيادتكم بأسمى معاني العرفان على ما قدمتموه من دعم لمجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية بعد الأحداث التي شهدها مجلس الإدارة على مدار الشهور الماضية والتي أثرت على استقرار النادي ومجلس إدارته وفرقه الرياضية وعلى مدار المدة الماضية من دورة مجلس الإدارة كانت الجمعية العمومية للنادي صاحبة الدور الأول والرئيسي في كل ما تحقق داخل النادي بمساندتها ودعمها للمجلس ودفعتنا دوما للأمام وكانت الجمعية العمومية لنادي وجماهيرنا العظيمة السبب الرئيسي وراء تحمل مجلس الإدارة للضغوط العنيفة التي تعرضنا لها في الآونة الأخيرة في ضوء الأحداث الأخيرة التي شاهدها مجلس إدارة نادي الزمالك لا يسعنا إلا أن نتقدم باستقالتنا لسيادتكم من مجلس إدارة النادي متمنين التوفيق لنادينا ولجماهيرنا العظيمة التي كانت السند للنادي ولمجلس الإدارة خلال الفترة الماضية وتفضلوا بقبول فائق لاحترام مجلس إدارة نادي الزمالك من ناحيتنا كل التوفيق للنادي ده مما لا شك فيه وجماعيته العمومية وكل فرقه كل التوفيق للمجلس اللي قدم استقالته وكل التوفيق بإذن الله للمجلس اللي ممكن يتم تشكيله